اهلا بكم في مجز الأخبار أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن نائب وزير الخارجية ميخايل بوكدانوف ناقش في دبي الوضع في اليمن مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش وقال بيان صادر عن الوزارة أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الوضع في اليمن والسوريا والسودان وكذلك في الخليج العربي حسب وكالة نوفوستي الروسية أضاف البيان أنه جرى تبادل الأرى والتنسيق بشأن قضايا الساعة في شرق الأوسط مع التركيز على الحالة في اليمن وسوريا وسودان يتذلك فيما تستعد السعودية ومليشيا الحوثي لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بعد أن حققا طرفان تقدما في جولة مشاورات صنعاء قبل أيام ذا وهددت مليشيا الحوثي السعودية باستيناف التصعيد العسكري والسهداف المملكة في حال عدم التوصل إلى تفاهمات في جولة المشاورات المرتقبة بين السعودية والحوثيين قال القيادي الحوثي محمد العاطف أن الأوضاع في الوقت الحالي تتجه لتهدئة لكن في حال عدم التوصل إلى تفاهمات سيتم استهداف العنق السعودي بالطائرات المسيرة والصواريخ حد وصفه وتسعد مليشيا الحوثي من خطابها ضد السعودية للحصول على مكاسب أكبر في جولة المفاوضات المرتقبة بعد إبداية السعودية تفاهمها لشروط الحوثيين في جولة المفاوضات صنعاء قبل أيام قتل شخصان جرى اشتباكاتهم بين قبيلة البريمة وقبيلة الشماية في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج مصادر محلية قالت بمديرية المضاربة ورأس العارة قالت إن متعب سلام ومحسن أنور حيدر من قبيلة البريمة قتل نتيجة اشتباكاتهم مسلحة مع مجميع من قبيلة الشماية ولا زال الوضع متوترا بين الجانبين أشارت المصادر إلى أن سبب اقتتال الطرفين يعود لثارات قديمة بينهما مستنكرة صنط الجهات الأمنية والتشكيلات العسكرية المتواجدة في مناطق المديرية وعدم تدخلها لوقف الاقتتال بين الجانبين شك اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان من خذلان السفارة في الخرطوم وعدم قيام الجهات المعنية بواجبها في إجلائهم مع شداد القتال بين الأطراف المتحاربات في السودان وقال المسؤول العالمي في اتحاد الطلاب اليمنيين أنس الخضري قال إن بئات الطلاب والأسر محاصرون في الخرطوم وسيبحثون عن وسيلة للخروج مشيرا إلى أن عدد من سفارات الدول أجلت رعاياها فيما لم تقم السفارة اليمنية بواجبها تجاه الطلاب والأسر وكانت الحكومة أكدت يوم أمس استكمال الترتيبات لنقل عدد من أبناء الجالية اليمنية من مدينة الخرطوم السودانية إلى ولاية بورت سودان استعدادا لإجلائهم وإعادتهم إلى البلاد كشفت دراسة أممية حديثة عن وقوع اليمن في المرتبة الثانية بين 159 دولة من حيث لا مساواة في التنمية والمرتبة 125 من بين 131 في الصلابة الاقتصادية بسبب الصراع الذي أدى إلى تدهور الوضع الإلمائي الهش وفقا للدراسة التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا فإن الاقتصاد اليمني يفتقر إلى القدرة على الصمود ما أدى إلى الفقر المزمن والنزوح وفقدان سبل العيش في ظل الافتقار إلى سياسات اقتصادية رشيدة تعطي الأولوية لتوفير فرص العمل اللائق وتشجيع على توليد المعرفة والابتكار اشترطت الدراسة تعبئة الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي ووضع آليات المساعدة المالية لخطة إعادة الإعمار والإصلاح ووضع خطة عمل متكاملة تبدأ بنهج شامل لبناء السلام وإجراء إصلاحات على صعيد الحوكمة والمؤسسات انتهى الموجز في أمان الله موسيقى